اشتركوا في القناة هذه ربما تعتبر في واقعها غيبة لأنها كشف لواقع مخفي ولكن القرآن الكريم يقول لا مانع من ذلك أن يجهر المظلوم يجهر يعني يصرخ ينادي بأعلى صوته مو أنه يجلس في الغرفة المغلقة ويبين ظلامته يجهر يعني يصرخ ولعل ملاك الجهر يصدق في كل أنواع الإبداء والإظهار الجهر من القول لعله بعنوان مصداق أي نوع من أنواع الإعلام والتظاهر لا مانع منه بل يمكن أن نقول إن هذا الجهر محبوب عند الله بعض العلماء فسروا الآية الكريمة بأنه لا مانع من الجهر ولكن يمكن أن نقول إن ظاهر الآية الكريمة محبوبية الجهر بالقول لأنه استثناء من لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لعل هذا الاستثناء يدل على أنه هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي المظلوم وينادي بأعلى صوته ويشرح ظلامته ويكشف ظلامته إذا شككت في هذه الدلالة على المحبوبية في هذه الآية المباركة فهناك آية أخرى تدل على المحبوبية المظلوم يجهر يفضح الظالم يكشف أستارح وتلك الآية لاحظوها في سورة الشورى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون تذكر الصفات الإيمان التوكل إلى أن يقول القرآن الكريم والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون البغي يعني الظلم ينتصر يعني لا يتقبل الظلم يرد الظلم وهذا النوع نوع من أنواع رد الظلم ونوع من أنواع الانتصار والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون ترجمة نانسي قنقر